اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد والنهاردة هنتكمل سلسلة حلقات رص السنة اللي هنتكلم فيها عن اهم النصايح واهم التوقعات واهم اهم عمر جمعا اهم نصايح والتوقعات لبرج هوائي وبرج الميزان هو احد الابراج اللي بتتصدر اعلى نسبة مشاهدة عندنا في الاتشانل هنبتدي ونتكلم عن كل حاجة تخص برج الميزان في خلال عام 2021 طبعا برج الميزان من الابراج اللي سنة 2020 ما كانتش السنة يعني اخسن حاجة في الدنيا جزء الاول من سنة 2020 كان فيه لقبطة قوية جدا كان فيه ضغوطات كان فيه انفصالات عند برج الميزان الا ان الدنيا بدأت تزهزه كده وبدأت افضل بكتير جدا في نهاية العام يعني تقريبا اخر اربع شهور في سنة 2020 الدنيا بدأت تتزبط بدأ يحصل فيه تقدم بدأ يحصل فيه نجاحات بدأ يحصل فيه تحقيق احلام لبرج الميزان بس بداية العام كان عام تقيل على برج الميزان كان عام صعب كان عام فيه تحديات كتير جدا وسبيشل في العلاقات العطفية اعتقد معظم الميزان ممكن يكون عانوا من انفصال في بداية العام او مشاكل مادية مشاكل اسرية مشاكل صحية كمان فالدنيا بدأت تصبط الحمد لله من نهايات عام 2020 فانا شايفة ان سنة 2021 بتبعتك بالحظ بتبعتك بالسعادة بتبعتك بالنجاح والازدهار يعني هي هقول ان هي سنة تحقيق الاحلام وخاصة في بداية السنة يعني اول بعد اول اسبوعين في جنيوري هتلاقوا الدنيا بدأت تتنطق وتنطر معاكم هتلاقوا فيه عام مليء بالحب على فكرة يعني انا شايفة ان 2021 بيقعد برج الميزان بفرص كبيرة جدا جدا في الحب والارتباط بفرص في السعادة الزوجية او السعادة العاطفية برج الميزان انا هسمي العام ده هو عام التقلبات الايجابية عندك تقلبات ايجابية كتير جدا جدا لمصلحتك كأنك بتعيد اكتشاف نفسك من جديد حسناك ممكن تحس ان انت ضيعت حاجات كتيرة جدا كأنك بتكتشف فرص انت عمرك ما اخدت بالك منها وهتقول يا لو كنت اكتشفت الكلام ده من سنتين مثلا كان زمان الدنيا هتبقى افضل بكتير عندي او احسن كتير عندي فشايفة ان فيه فرص كتير جدا جدا فرص نجاحات اجتماعية وفرص نجاحات عملية ومجاحات في المشاريع الخاصة يا برج الميزان برج الميزان يعني اعتقد انت والجوزاء من الهوائيين اللي عندكو حظ وفير سنة 2000 وسنة 2021 عندكو حظ اكبر بكتير جدا تعالوا نتكلم بقى عن الحب والعلاقات العاطفية خلونا نتكلم معان المتجوزين بالنسبة للاشخاص المرتبطين او متجوزين كانت سنة 2020 سنة كبيسة جدا جدا يعني اعتقد ان هي سنة حصل فيها مشاكل كتير جدا زوجية او مشاكل كتير جدا في الناس المرتبطة والناس اللي عندهم علاقات ممكن يكون حصل فيها انفصال يعني في معظم الميزانيين ممكن يكونوا انفصلوا في سنة 2020 كان عام فيه انفصال الا ان انا شايفة سنة 2021 وسبشلي اول 3 شهور في السنة فيه ثبات او فيه استقرار عاطفي او استقرار في الحب او استقرار مع شريك الحياة كأنه كنتم هتعملوا مع بعض هدنا وهتقرروا ان انتم مش عايزين مشاكل تاني مش عايزين خناقات تاني عايزين تبقوا يبقى فيه نضج كده في العلاقة عايزين تكتشفوا بعض من جديد عايزين تقدموا الحب كاس الحب البعض بس انا شايفة ان فيه برضو اشهر ممكن يحصل فيها مشاكل زي من نهاية مارس يعني من نهاية شهر مارس لحد نهاية ابريل ومايو ونص مايو ممكن يحصل فيها خناقات خلافات مشاكل فيه ناس بتقال هل فيه رجوع للناس اللي منفصلت في نهاية الفين وفي نهاية بالذات الفين وعشرين لا انا مش شايفة ان الناس اللي اتخانقت او سابوا بعض في نهاية الفين وعشرين ان فيه رجوع بالعكس طيب انا بس عايزة يعني ادعوكم ان انتو تكونوا يعني اكثر صبرا مع شريك الحياة علشان تقدروا تحتوي بعض يا برج الميزان لان انت من الابراج اللي مثلا ايه لما بتتعصب او لما برج الميزان يجب معها برج مسارن جدا بس احترسوا منه في عصبيته لما بتعصب بيتجنن خاص طيب فيه للناس السنجلز للناس الفناجل شايفة ان هي سنة حب يعني شايفة ان فيه احتمال كبير جدا ان موليد برج الميزان يقابلوا شريك حياة مناسب جدا جدا ليهم يقابلوا شخص متناغم معهم في الحب يقابلوا شخص مناسب شخص افالبل هتعرفوا عليه في النص التانية انا مش عارفة ليه شايفة ان برج الميزان هيبقى اكثر حظة في النص التانية من العام يعني انت هتبتدي بحظة بعد كده الدنيا ممكن تحصل فيها اف شوية بس بعد كده الحظة هيرجعلك تانية برج الميزان في نهاية العام فشايفة ان انت يعني هيبقى عندك ان بعد كده شوية اف كده صغيرة بس انت هتحترقها عادي جدا برج الميزان برج قوي على فكرة بعد كده الدنيا هتبدأ تزدهر معاك جدا في نهاية العام برج الميزان فيه بس حد بيسألني هل انت شايفة انها سنة عاطفية سعيدة لأ انا بقول انها سنة عاطفية هتكون سعيدة هتكون فيها راحة نفسية هيكون فيها استقرار عاطفي اكتر مقارنة بألفين وعشرين 2020 برج الميزان ببهدل عاطفيا ما كانش عام جايد بالنسبال وخالص بالعكس حسا كمان اتعرض ما تخافوش لو كان النص الاول مليه ببعض الاضطرابات او بعض المشاكل او بعض العكوسات او بعض المعاكسات او بعض الامور اللي ممكن تبقى ماديا هيبقى بس لانا عندكم مصاريف كتير جدا ودي نقطة عايزة بازردوا احذر برج الميزان منها انتو تنتبه من مصاريفك يا برج الميزان برج الميزان يا جماعة من ابراج المبزرة جدا بيحب الشابينج وبيحب المصاريف يحبوا اللبس وبيحبوا فبيصرفوا فروس كتير جدا ما بياخدوش بالهم فخلي بالكوا كويس اوي من التبذير ومن انفق المال بزيادة في المصر الاولان يا برج الميزان اي ده ممكن نفطتوكوا لعفين مشاكل ايما انتو عارفين عمر طبعا الناس اللي بتتبعني عارفين عمر وعارفين شقاوة عمر فيعني ده الطبيعي ده العادي عندنا من بنك مصر طيب وليو يا برج الميزان هل فعلا سنة 2020 كانت سنة عاطفين عندكم مش لطيفة كان فيها مشاكل كتير ولا لا وليو هل الدنيا فعلا بدأت تصبط معاكم في بدايات سنة في بدايات سنة 2021 نهاية 2020 ولا لا طيب نرجع تاني انا شايفة ان ممكن يكون نص التاني صعب شفية فعادي لو احنا رقينا الدنيا مش ماش ما نتشاقمشي ما نخافشي ما يحصلش عندنا يعني سترس خالص لان انا شايفة ان الدنيا هتزبط بس هتبدأ تزبط تدريجيا على فكرة معظم الابراج هيبتدوا لان 2020 كانت سنة كبيسة جدا فمعظم الابراج هيبدأ يعني ايه تدريجيا عارفين انتوا لو كل يوم بيطلع حطوة كده ويتحسن بيبقى افضل حطوة هو ده اللي هيصل مع معظم الابراج فماتي ما تخافوش لو في شوية مشاكل في الدات العام قديني بقوله انه ممكن في النهاء يعني النص الاولاني ما يبقاش افضل حاجة بالعكس النص التاني الدنيا هتبدأ تزبط فيه تبقى افضل فيه بكتير جدا ماي ادفايز ان انتوا كملوا في تحقيق ذاتك وركزوا على اهدافك لانه عام تحقيق ذات عام تحقيق انتصارات نجاحات الظهار تحقيق شهرة يا برج الميزان برج الميزان الناس اللي تشتغل في مكان هتلاقي اسموكو ارتفع والناس بقتعرفاكو فيه تحقيق شهرة فيه نجاح مشروعات فيه نجومية انا شايفة فيه نجومية اسمك هيبدأ ينتشر انت ممكن تعمل بروجيكت بتاعك فيه حاجة هتبدأ تزدهر جدا لدرجة انت ما شاء الله هجيلك فلوس كتيرة من حيث لا تحتسب يعني انت بقولك زي ما قلت ان انت هتبدأ تدريجيا كل يوم بتزيد اكتر واكتر وشايفة كمان عندك تحررات من اضطرابات او من مشاكل او من تردد او من قيود او من ضغوطات عندك تحرر من جميع على جميع الاسبكس يعني تحررات مهنية تحررات عطفية تحررات نفسية قيود يعني انت كان فيه قيود وانت عملت تتحرر فهو عام التحرر من القيود والتحرر من الاضطرابات يا برج الميزان شايفة عندك تصالحات يعني الناس اللي زعلانة مثلا زعلان من حد من صحابك زعلان من حد من اهلك زعلان من حد من قريبك لانا شايفة ان فيه تصالحات ومصالحات فيه تصحيح للأوضاع قوي جدا عندك أنا شايف أنه هو عيبقى عندك مشاعر قوية نحية أنه عندك هدف لازم توصل للهدف هتكون ريسبونس بالقوي يا بورج الميزان هتكون مسؤول جدا عن قراراتك هتكون مركز أنه أنت عايز توصل للهدف بتاعك عايز توصل للأين بتاعك فأنت مش شايف حاجة في الدنيا غير هدفك شايفك بتبزل مجهود ودي حاجة كويسة أنا بحب بورج الميزان لما بيركز في حاجة بورج الميزان من الأبراج الزكية جدا فعندك يعني تركيز أن أنت تبزل مجهود أنا شايف مشاريع حلوة جدا مع بورج الميزان أنا بشجع أي حد بورج الميزان في مشاريع 2021 لأن 2021 بتبعدك بنجاحات في المشاريع الخاصة بتاعتك عندك فرص للتغيير في حياتك وفي تغييرات مجادرية ممكن تخصل في حياتك وأنا شايف أن سنة 2021 ممكن يخصل بنسبة كبيرة جدا احتمال يخصل فيها تغيير لعملك يعني لو أنت بتشتغل في مكان احتمال كبير جدا وبنسبة قوية جدا هتغير مكان تشتغل في بورج الميزان فأنا شايفة أن هي سنة فيها تقلبات أو فيها تغييرات كتيرة جدا بس التغييرات دي هتكون positive لبورج الميزان ولصالح بورج الميزان وزي ما قلت لو حصل أي مشاكل عندك في بداية السنة ما تضطربوش ما تخافوش كملوا أنتو أقوية جدا جدا يا بورج الميزان أنا بسق في بورج الميزان على فكرة هم الأبراج القوية فكرة بورج الميزان بورج على قد ما هو بيهذر ودمه خفيف وبيحب الضحك والنعاشة والفرفاشة إلا أنه وانس إن هو ركز في حاجة بيوصل لها وبجدارة يا جماعة بورج الميزان ده لا تستهينوا به خالص لأنه هو بورج من الأبراج من أكثر الأبراج القوية وبورج زكي جدا جدا ولما بيحط حاجة في الماء بيعرف يوصل لها وشخصية قوية بورج الميزان من الشخصيات القوية اللي لازم يعني نعمل لها خسد أنا شايف في المجمل أنها سنة أنتو هكونوا مرتاحين فيها مبسوطين نجحين مشهورين عندكو نجوم يعني أي حد بها بيشتغل في مجال التمثيل أو الفن أو الساشي الميديا عندكو شهرة اسموكو هيلمع هتعملوا وفلوس كتير جدا يا جماعة أنا عندي كتير جدا جدا من بورج الميزان بوي ده ووي طيب شايفها سنة مليئة بالطاقة أحوالكو الصحية تكون أفضل لأن أنا شايفة فيه أنرجي فيه طاقة فيه حماس فيه نشاط فيه تحرر من الأمراض تحرر من القيود من الضغوطات هي سنة التحرر سنة الإنقلبات سنة مصرية بالنسبة لك يا بورج الميزان عندكو كمان تبقوا كرياتف هو بورج الميزان كرياتف وسبشالي من نهاية 2020 يعني أنا متأكدة وده تحدي ما بيني ما يحد يتفرج على هذه الوقت من بورج الميزان إن أنتو أورادي بقيتو حاسين أنتو كرياتف جدا من نهاية سنة 2020 يعني أنتو من نهاية من نهاية عام 2020 وإنتو ممكن تكونوا حاسين إن أنتو أصلا يعني كرياتف يعني مبدعين يعني أكثر إبداعا عندكو إبداع كده عندكو طيب أصعب أشهر السنة هيبقى اللي هو الكوارتر 2 يعني الكوارتر 2 اللي هو نهاية مارس أبريل ونص ميل دورة أشهر دي بلاش تاخدوا فيها قرارات بلاش تكونوا متسرعين حاولوا تكونوا هاديين بلاش تكونوا انفعاليين بلاش تكونوا تاخدوا فيها أي تسرعة بلاش يعني بلاش مشاكل في الأشهر دي يعني قلنا في نهاية مارس يعني تدقى من 25 ميل لحد 15 ميل ابتعدوا عن أي قرارات مصرية طيب شايفة بقى في الفلوس ممكن زي ما قلت الفلوس هتبدأ تدريجيا يعني ممكن الفلوس في أول السنة متبقاش مظبوطة كل شهر بيبقى أفضل من في الدخل أو أفضل من يعني في الفلوس يعني فدايما هتلاقوا دايما أول الشهر عندكم مش حلو بعد كده في نصف الشهر بتبدأوا تزدهروا أو من أول يوم 20 في الشهر طبعا دا عشان المرتبات يا جماعة احذروا زي ما قلت احذروا أي مغامرات أو قرارات مصرية اللي هو من شهر من 25 مارس أو ممكن من 15 مارس كمان لحد 25 مايو بس كل الحب ليكو كل الدعم يا برج الميزان أنا أحب الميزان جدا يا جماعة الميزان من الأبراج القريبة إلى قلبي وعندي صحاب كده كتير جدا جدا من برج الميزان وبحبوهم بيج هارت وعندي ناس كتير جدا بتابعني من برج الميزان بيدوايا أنا حاولت أغير اللوكيشن بصور فيه عشان أهرب من وعدي وعدي آه يا وعدي اللوكوشي كده بس وعدي ورايا ورايا يعني أنا قلت أغير مكان عشان أبعد عن مكان عمر يعني هو جاء على الجنبي يعني هزروك على رجلي بس كل الحب وكل الدعم خلي بالكو من نفسوكو يا برج الميزان أنت عندكم سنة مليئة بالاحتفالات والانتصارات والنجاحات خليكم متفقلين جدا جدا لأن هي سنة القلبات القوية سنة تغيير سنة أنتوا بتستعدوا لسنة 2022 اللي هتكون قوية جدا جدا عندكم تغيير في العمل تغيير في مكان العمل يعني احتمال كبير الناس كتير من ميزان هيسيبوا شغلهم والناس اللي بتدور على شغل أنا شايفة أنه جايلكم فرصة عمل أو فرصة عمل في مكان جديد أو أفضل يا برج الميزان تانكي وبحبوكو بليس تعملوا شغل أي حتى تعرفون برج الميزان محتاج الطاقة الإيجابية ده وقلوا لي فعلا يا برج الميزان هل بداية 2020 كانت سيئة جدا جدا ودنيا بدأت تغصبط معاك في نهايات عام 2020 ولا لا تانكي وبحبوكو باي باي مع السلام